الوطنية مصر بتنسبلنا طبعا مصر فوق الجميع فدائما بنهتم وبنبقى سعادة لما بنتكلم عن بلدنا بهذا الشكل وبنفتخر بقيمة وطننا بهذا الشكل العالم كله بتكلم عن معدن المواطن المصري معدن وصلابة الجند المصري فدائما يا رب في احسن صحة واحسن حال وقواتنا المسلحة يا رب دائما كل سنة موجودة بشكل جيد وبخير يا رب وبتأدي واجبها بشكل متميز وبتدافع عن تراب وطننا الكبير مصر الكبيرة خبر او جزئيتين النهاردة بمكن بعد الكلام عن حديث ذكرى انتصارات اكتوبر والحديث عن 6 اكتوبر عام 73 واجب طبعا نحن نقدم احرة عزينا لاتنين من نجوم القرى المصرية كابتن سيد معوض نجمى النادي الاهلي السابق ومدرب انتخابنا الوطن الحالي بنعزيه في وفاة والده توفى فجر اليوم والعزى النهاردة كان في مسكة رأسه في الف يوم بنوجه طبعا التعازي للكابتن سيد معوض ربنا صبرك كابتن سيد والوالد يا رب بإذن الله يكون في الجنة ونحتسبه ان شاء الله بإذن الله في الجنة ان شاء الله ايضا كمان واجب تعزية للكابتن جمال الغندور حكمنا الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بنوجه له التعازي في وفاة والده ايضا النهاردة صباح اليوم البقاء لله كابتن جمال البقاء لله كابتن سيد ربنا يجعلها اخر الاحزان وما تشوفوش دايما يا رب اي حاجة وحشة الفترة اللي جاية ننتقل ليه النادي الاهلي النادي الاهلي النهاردة كان عنده مباراة مهمة جدا مع نادي اسوان والمباراة صعوبتها او اهميتها ليس في قيمة المباراة على المستوى الفني او على المستوى البدني لكن صعوبتها في توقيت اقامة هذه المباراة المباراة اتلعبت حوالي الساعة التلاتة العصر والظروف للأسف لم تكن جيدة لان النهاردة درجة الحرارة كانت عالية جدا في القاهرة فبالكم بقى في اسوار وفي جنوب الصعيد كانت درجة حرارة عالية جدا لدرجة حتى حكم المباراة النهاردة محمد الحنفي في الجزء الاخير او بعد 30 دقيقة من الشرط الاول وفي جزء من الشرط التاني منح حوالي 5 دقيقة رايحة طبعا تبقى لتعلمات الاتحادة الدولة بيكون في رطوبة عالية او درجة حرارة عالية لازم تدي مساحة من الوقت لاعطاء الراحة لتناول المشروبات حرصا على سلامة اللعبين لإقامة مثل هذه المباراة في التوقيت ده صعبة جدا والاتحادة الدولة بيحبز ان ما يكونش فيه مباراة في التوقيت ده خاصة لما يكون فيه اضواء كاشفة لكن عموما اتلعبت المباراة الاهل قدر يحقق فيها الهدف المرجو منه حقق كمان مكسب كبير جدا يعني فاز على اسوان بخمسة هدف مقابل هدف وحيد لكن في نفس الوقت نادي الاهل النهاردة في هذه المباراة من خلال قدرات وامكانيات ريني فيلر المدير الفن السويسري اللي نادي الاهل وافقاره في هذه المباراة قدر ان هو يحقق اللي هو عايزه كمان بدايته في المباراة اختلفت شوية عن بدايات المباراة السابقة ما بدأش بضغط امامي ضغط متقدم لا بدأ من ناوي حاريس جدا ان اللعبة يكون عندها مخزون بدني حتى نهاية المباراة ان المباراة تتلعب الساعة 3 العصر لدرجة الحارة عالية الرطوبة عالية فالجزء الفن والتاكتك بالنسبة للجهاز الفن نادي الاهلي كان بيخطط له بسيناريو جاي جدا على مدار المباراة قدر البطل دايما انه يلعب على الطولة وانه يستهدف الفوز بالبطولة ويشارك في كل البطولات ويفوز بكل البطولات اللي يلعب فيها وكل عارف ان ده هدف النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بيدرك ده واي مدير فن يبقى تولى مسؤولية النادي الاهلي بيبقى عارف ده وعارف اهمية ده في اي فترة هو موجود فيها مع النادي الاهلي سواء في مباراة محلية او حتى مباريات افريقية واضح جدا حالة التركيز الشديدة اللي كانت موجودة على الجهاز الفن للنادي الاهلي في هذه المباراة المنطق ده اللي اتعامل به فيلر منذ ان تولى المسؤولية يعني من أول مباراة تولى فيها ريني فيلر يعني مسؤولية تدريب النادي الأهلي في مباراة إفريقيا في غينية الاستوائية واضح جدا أنصر التركيز والمنطق اللي بيقود به الجهاز الفني الفريق اللي يحقق الفوز في العديد من المباراة ويعتبر ده الفوز المتكلم عن اتنين مباراة في إفريقيا النهاردة ثلاثة في الدوري مباراة سوبر ست مباراة متتالية النادي الأهلي بيفوز بها جميعا بيتأهل دور 16 في دورة أبطال إفريقيا بيحقق لقب السوبر على غريم التقليدي فريق نادي الزمالك العلامة الكاملة في أول سلاسة مباراة في الدوري بتسع نقاط من سلاس مباراة قبل توقف المسابقة لارتباط المنتخب بالأجندة الدولية لكن دعونا نتحدث عن بعض النقاط المتعلقة بهذه المباراة وتحديدا مع ريني فيلر في التوقيت الحالي مع النادي الأهلي الفوز مهم لأسباب كتيرة أهمال استمرارية بتتخطى ظروف صعبة بتمر عليك مواجهة الانتاج فريقا قوي صعب مواجهة سموحة في اسكندرية تحت قيادة حسام حسن مواجهة أسوان في درجة حرارة عاية ورطوبة عالية هي تحديات بتختلف مقياسها ما بين مباراة وأخرى درجة الحركة عالية أرضية الملعب ما كانش على المستوى المأمول ده يديك مؤشر مهم جدا أن الفريق شايل من دماغه أي مبررات أو أي أسباب ممكن يلقيها أي جهاز فني قبل ما يلعب مباراة وده بالتالي معناه أن الجهاز الفني رامي كل ده خلف ظهره وبيلعب بس على هدف واحد بس أنه هو يلعب بأسلوبه ويحقق النقاط والفوز مبسوط جدا أن الأهل بيمر بس لذي الظروف في بداية المسابقة لأنه هتتعرض لده وانت بتستمر في المسابقة سواء في الدورة العام أو حتى في البطولة الإفريقية وفكرة أن ريني فيلر وهو أول مرة يتولى تدريب نادي مصري أو حتى في المنطقة العربية في القرى الإفريقية بيستكشف سفر لأسوان في درجة حرارة عالية زي دي ده جزء من استكشاف تدريبه في إفريقيا في الفترة اللي جاية فكل دي مكاسب وبتديني مدلول أن النادي الأقلي إن شاء الله رايح إلى مرحلة مهمة في الفترة اللي جاية ويقدر يحقق العلامة الكاملة أو النطقة